متابعين الكرام معنا اليوم ضيف الفيديو دياله اتار ضجة وتفعلت معه العديد من الصفاحات وتبرتجها على نطاق واسع. بلما نطول عليكم متابعين الكرام هنخليوا الضيف ديالنا يقول لنا كيفاش جاتوا الفكرة باش دار ذاك الفيديو وكيفاش الفيديو دياله لقا تفاعل كبير صفاحات ومواقع التواصل الاشي معي. اولا اكتشكرك على الضيافة. ثانيا بالحقيقة يعني امتي لقاع نفسي بدون بدون تفكير بدون اي شيء. حاجة الوحيدة اللي اتار واحد بما باشي بغير باش ند علاق بالفارق الراجع والجمهور ديالفارق الراجع فانا غا يعني كنت واقف كنت حكت كنت سنة باش يعني يعني واخر انا كنت في واحد المقام مقدس فعدناما الوقت الكافي درت هذاك الفيديو يعني غا بالضحك وهو تحدي بالنسبة لي انادته مع بعض. بعض الاخوة الاصديقاء ديالفارق الراجع بللي انني قلت لهم غادي مطلب من يعني من يعني احسن مكان ومكان مقدس غادي مطلب للي راجع غادي تخسر. وذلك شيء اللي وقع انه خسرت فارق الراجع. اما قديت يعني رئيس ديالفارق الراجع طلبت لي انه هادي دير مثلا ما عارف ما دير فيت والنفايقها اه فاييت وانه هادي يجي يا اي صخور واي حاجة فانا غا ضحكت بها. تلقي تراصي الفيديو فاودرتو انا لحتو في موقع ديالفيسبوك. وتهز والاتخاذ والتباطرجة وحتى الاخوان ولي تنادم علاج قاعد درتو اه في واحد المكان مقدس ومكان عزيز على قلب جميع المسلمين فأنا أريد أن أضحك بي ومشي باش نستفز الجمهور ديال الطعف الأخرى يعني جمهور ديال الرجا فأنا تحدد التوعلق بالأصدقاء ديال الرجاوين المحبين ديال الرجا لأن واحد ما كانت واحد في فيديو ديال واحد واحد من المحبين ديال الرجاة فأنا قلت ياك بتخسر فارق الرجا بالضحك بدون من قسم القيمة ديال تاريخ ديال فارق الرجا وقلت أنه هو البضراوي أو الهضراوي أو الامن تا هو وقدرت على قبل أنه غادي يخسره ويجي باجي رئيس سابق سي بوضريقة يعني اللي يخدام في المجال ديال البناء أنه غادي يجي باللعابة وغادي ديال فايت ما غادي دياله ما غادي دياله ماشي باش نستعزئ بهم وإنما باش نضحك مع الأصدقاء ديالي ندل تحدي بدون قصد بدون أي حاجة ماشي نرسالة ديالك لجماعير فارق الرجا الرياضي من قلب من برسة 24 وفارق الرجا نقول لك فالجمهور ديال رجا فهم أصدقاء ديالي كما الجمهور ديال الوداد وما أصدقاء ديال رجا وين تعودنا من صغرنا أننا كنبغيوه نحن كنبغيوه الوداد وكين جمال اللي كي بغير رجا وكنا كنتقاسموا معاهم الحلوة والمرة ديال الفارق ديالهم كنا كنحاولوا ما أمكن باش كل واحد يعني يشد الطار في الآخر بالضحك بالطفلية يعني في إطار الطحك بالطحك وفي إطار ما يعني ماشي مارك في هاتشي حاجة بالاحترام وبالمودة والأخوة اللي كينا فكما كنتعارفو يعني من قبل احنا كنعرفو بلي الوداد كيمشي تفرج مع رجاوي ورجاوي تفرج مع الوداد في المقابلة بدون بدون تعصوب بدون تحيوز بدون تشي حاجة يعني الفيديو ديالك عفوي ما فيه ما قصدش ليه سأل تشي حاجة جتبت تحكو الدالي لأنه بعض الإخوان المشجعين ديال فارق رجا أو مع أصدقاء ديالي كيف يمكنك تقول للمشجعين ديال فارق الرجا أصدقائي ديالك من هذا المنبر فإلا عجبكم الفيديو فانتم أصدقائي ديالي ما عجبكمش الفيديو فانتم أصدقائي تبقى الخوت اللي كان نقول لا للشغب لا لتهوى بعد الشباب في الملاعب إذن كنشكرك على قدوم الجليلة السافير 24 وشكرا على التوضيح بأن الفيديو ديالك مقصدتيش في الاستيزاء أو التنقيس من جماهير الرجا وفارق الرجا اللي تبقاوا يعني من الفرق اللي عندهم والجماهير اللي عند الإسم ديالها وكيف ما قلت رسالة ديالك باللي انت فقط في إطار المزاح مع أصدقائي ديالك وكتشت فيهم وكتشتوا فيك يعني جادك الفيديو تلقائي عفو نعم وانتمنى وما يتخداش بواحد طريقة أخرى ومكنك توجه تحية مجددا للناس اللي يخداءوا واحد الموقع من الفيديو توضح لهم كتر وفي الحقيقة ما بترضيها يعني البرتاج فهو كان كتير والفيديو انتشرت كتير وما كنت كانت تدر بلي غادي وصل لواحد يعني واحد من نسبة ديال الموشاهدة ونسبة ديالتار ديالتاريق اللي كانت ما غادي نقول اشغادي نقول كوخداب المكان فهو مقداس ويعني الحجنكا والمدينة المنوار فبريتان نقول الناس بلي بلي هكت كان دعاكو جا الفيديو تلقاء من نفسي ويعرفوه وديال يعني البيصات والضحك ما قصد فيه تاشي حاجة وكنتمنى التوفيق الفارقة راجا وكنتمنى الفارقة الويداد الأم ديالي من النجاح والبطولة والكأس إن شاء الله هذه السنة إذن رسالة واضحة شكرا لك إلى هنا متابعين الكرام تنتهي هذه الحلقة كونوا دائما وابدا في قناتكم السفير 24 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة